غادر القهرة اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها إلى جمهورية القنغو الديمقراطية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الأفريقية الشقيقة ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكري بين الجانبين تأتي زيارة في إطار الروابط الوطيدة التي تربط مصر والقنغو الديمقراطية واستمرارا للعلاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والقنغولية